بشكل مستمر وبوتيرة متسارع ينتهك الاحتلال الحريات الإعلامية والصحفية في الأراضي الفلسطينية حيث سجلت المؤسسات الحقوقية ارتفاعا في عدد الاعتداءات على طواقم الصحفية خلال الشهر الماضي والتي تسير على ذات الوتيرة خلال هذه الأيام جزء بسيط من حلقة في سلسلة انتهاكات الاحتلال بحق الحريات الصحفية والإعلامية في الأراضي الفلسطينية إذ سجلت دوائر الرصد والتوثيق في المركز الفلسطيني للتنمية وحريات الإعلام مدى ارتفاعا ملحوظا في سهداف الصحفيين من كبل جنود الاحتلال محاولين بذلك اسكات صوت الحقيقة في نقل مجريات الأحداث الأخيرة في فلسطين في ظل إغماض المجتمع الدولي أعينه عن هذه الجرائم الأخطر من ذلك أنه يوجد عدم تحرك دولة جدي من أجل وقف هذه الانتهاكات وهذا بالحقيقة ما يشجع الإسرائيليين على الاستمرار في اعتداءاتهم على الصحفيين كما قلت هذا العدل الكبير من الشهداء الصحفيين في الأراضي الفلسطيني المحتلة يؤكد على هذه السياسة الخطيرة التي تنتهجها قوات الاحتلال من أجل اسكات الصحفيين الفلسطينيين آخر استهداف مباشر للطواكم الصحفية سجل في قطاع غزة خلال أحداث الجمعة الأخيرة إذا أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على مجموعة من الصحفيين بشكل مباشر شرق مخيم لبريج ما أدى لإصابة ثلاثة من الصحفيين منهم المصور سامي مصران الذي أصابته رصاصة في عينه إضافة لاستهداف الطواكم الصحفية في الضفة الغربية خلال تغطية أحداث هدم الاحتلال لمباني المواطنين في وادي الحمص شرق الكدس المحتلة ما أدى لإصابة ثلاثة من الصحفيين بكنابل غزية بشكل مباشر أصبح الاعتداء على الصحفيين مقصودا ومخططا ومتواصلا مثل الاعتداء على فرق الإسعاف الأولي والأطباء أيضا هذا الذي يجري عمل منهجي من قبل الاحتلال لا يريد للصحافة أن تغطي جرائمه وأن تكشف هذه الجرائم وتعريها كل ما يجري سواء عملية التطهير العرقي في وادي الحمص أو الاعتداء على الصحفيين يؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل بدون عقوبات ومقاطعة على حكومة الاحتلال لن ترتدع عن هذه الممارسات الخطيرة التي تقوم بها انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين أمر ليس بالجديد فمنذ العام 2000 وحتى الآن استشهد 43 صحفيا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخلال هذا العام سجل المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام 28 اعتداء على الصحفيين خلال الشهر الماضي من مدينة رام الله المحتلة محمد حسين